شوفوا بقى الفضيحة التانية دي الود سبر مشهور عارفينه سبر مشهور ده الهربان في تركيا قاعدينك بيالعق احزية الاتراك لكنه ويع مع الاخوان هو تخطى مرحلة الاخوان بس الود دماغه يعني شمال اعترف وفضح قناتي الشرق ومكملين قال عليهم ايه يا ترى قال عليهم ايه تعانشوا قناة الشرق قناة مكملية قناة الحوار الموجودة في لندن هذه قنوات تابعة لعزمي انطون بشار وهو الذي يضع سياستها التحريرية عزمي انطون بشار هو كان رجل قيادي في الحزم الشعور الاسرائيلي وابوه هو من ايت تقسيم فلسطين لدولة يهودية ودولة فلسطينية عام 1947 وده انا بقول لكم من هو عزمي انطون بشار وهو الذي يضع السياسات التحريرية لهذه القنوات هو الولد صابر مشهور حطي ايده على حقيقة انا بتكلم فيها كتير بس عشان انا بتكلم فيها ممكن الاخوان ما يصدقوش ولا لازم ما تصدقوش هقول الولد صابر اهو نفسه قال الشرق ومكملين ووطن والعربي وعربي العربي بتاعة اللي في لندن اللي فيها يوسف حسين والجزيرة مين اللي بيحرككم اسرائيل مين اللي قال الولد صابر مشهور ليه يا عم صابر قالك ما هو عزمي بشارة هو اللي بيدير ومين عزمي بشارة؟ عزمي بشارة ده واحد معه جنسية اسرائيلية وكان عضو الكنسة الاسرائيلي واقسم يمين الولد دولة اسرائيل فاكرينه قلته كتير عشرات المرات كلمت عليه يبقى كلام صابر ده صحيح انه عزمي بشارة ده اسرائيل وهو اللي بيدير القنوات دي هو اللي بيحط السيدة ده هو رئيس تحرير يبقى كده العنوان الصحيح اسرائيلي يضع السياسة التحرية لقنوات الاخوة او المفاجأة يعني للناس الناس مش مصدقة بس احنا عاملينوا ذات ضفادع لما يجوم يموتوا ضفادع لو رمعهم في مية سخنة هيتنطروا ويمشوا فبيسخن المية حتة حتة لقاة ما كله بيتخضر بيموت فهم من لقاة الاعداء خضرونا قال لك عزمي بشارة وبشنبه وعربي وكذا وعظيم وكذا ويتكلم وحط الحطة الفلسطينية هو اسرائيلي لكنه تسلل حتى وصل وقدار قنوات الاخوان من يدير قنوات الاخوان عزمي بشارة الاسرائيلي ازاي هو اللي بياخد في الوس هو مستشار امير قطر الراجل ده قدامكم مستشار امير قطر هو اللي بيحط السياسة التحرية هو اللي بيدفع لأي من نور الشيكات هو اللي بيتابع لكن عزمي بشارة بيكره مصر كراهية يا ناس هذا الرجل اللي قدامنا بيكره هذه الدولة كراهية تاريخية